موسيقى مرحبا بكم في عدد جديد معي نايا وهيبة مرحبا بكم كي نتلاقو حين نزود شي تصروا واحد الكومبو هكا تعل الأخبار يضطر تقو بوش حبيتين مبدوها اليوم نبدوها كي مالعادة ونبدوها بالأخبار الفنية الجزائرية ونعودون باليوم كلوزر جاهلكم جديد في حلقة فيها بزاف أخبار من بعض حوارات حصريات ومفاجأات حلقتنا نبدوها مع ليقاء خاص مع المؤثرة والممثلة الصاعدة نوران اللي سقسينها على مسلسلات مرتقبة وهذا كان جوابها لن تتذكر فيما تحصلني فيما لكن يقوله بعد نجاح ثنائية لدارتها مع كريمو دراجي في البراني هل يمكن أن تكرر نوران هاد التجربة نعم 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 لش ان شاء الله على هله لأ رقوبة لأنه كان زميل هايل يعني وعليه لأ كين على التجربة اللي كانت معك معك؟ مع كريمو اه كان مسلسل درامي لكن الكواليس كوميدية كنا كل عائلة واحدة كنا نضحكوا وقت الخدمة خدمة وقت ضحك ضحك كان الكواليس هاي لكنا نضحكوا كل نوران ترد على جد الكلمة باللهجة العنابية في مسلسل كان باللهجة العاصمية حتى انتقادت لي أننا كل بلاد واحدة عنا بواهر أن ألجران وكل بلاد واحدة كنا نضحكوا كل بلاد واحدة هل ستدخل عالم سينما الجواب حصري في كروزر لا أعلم الله يكايد الله يكايد الله يكايد هل أفلام أو مسلسلات؟ صراحة أفلامي مسلسلات إن شاء الله أفلام ومسلسلات ماذا نعرض عليك؟ أخباري على برنامج كروزر في وان تيفي شكرا 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 كروزر ما تتوقفش عن جمع الحصري وهذه ممرة كان لها ضد الشامعة الإعلامية ريم عماري اللي استقبلتنا بأسلوبها الراقي المهدف مسل الخير وان تيفي ولكل المشاهدين وان تيفي أحبت أولا نباري لكم بعيد الاستقلال والشباب تحية الجزائر وكل عام وبلدنا حرة مستقلة مرفوعة الشان إن شاء الله بالنسبة لهذه التدهورات لنشتها إنه ممتع لنشتها 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 هل ريم تلقى عروض جديدة في التنشيط؟ أكيد لنشتها لنشتها وإن شاء الله لنشتها 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 ريم عماري هل تلقى صعوبة بين مهمة الأمومة ومهمة الإعلام؟ في الحق أنا نحاول جسي دفع لدو داتر نبن ماما وداتر ريم عماري هل تتقلق من تشبيهها بياسمين عماري؟ لا 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 بالقرار دايرنا نحيي ياسمين بالمناسبة وهذا صحيح تابعوا أخباري على وان تي في كل عادة مع برنامج كلاوزار الموسيقى الجزائرية في المنصات راهي تحمل شعار الصيف صيف والدليل نجحها في الطندنس الموسيقي في اليوتيوب في المركز السابع جديد شاب مومو مع الديجي عادل ولي يحمل عنوان ديفرينتي بعد مشاهدات كبيرة تقدر ب355 ألف مشاهدة في ثلاث أيام في المركز الخمسة وعشرين في الطندنس نلقاه المغني حسن زين بأغنية بدناها بدحكة لحقة في الأسبوع 51 ألف مشاهدة نبقى في الموسيقى مع إعلان المغني جاليل بوليرمو على ألبوم جديد عام 2024 وهذا عبر اسطورية دياولو مباشرة من استوديو تسجيل وكانت آخر أغنية نزلها جاليل انسال فيك ديو مع الشاب مومو قبل ست أشهر وحققت الأغنية 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب نختم أخبارنا الجزائرية بدكرى ميلاد أميرة طرب العربي ووردة الجزائرية 75 وريدت الفنانة وردة الجزائرية في 22 جوليا عام 1939 وبدأت حياتها الفنية من اللي كانت صغيرة من فرنسا وبدأت رحلة النجومية في مصر بعد أن وجه لها المنتج والمخرج حلمي رفل دعوة عام 1960 وقدمها للجمهور بأول دور بوضولة في سينما من خلال فيلم ألمز وعبدو الحالمولي في عام 1962 متى عدت وردة جمهورها في الوطن العربي بأغنية ما زالت خالدة حتى الآن من أشهرها لعبة أيام في يوم وليلة اشتروني ليالينا حكايتي مع الزمن وحشتوني اسمعوني أكذب عليك خليك هنا لولا الملامة العيون السود حرمت أحبك وبتوين نس بيك بعيدا عن الغناء قدمت وردة 11 عام الفني في مجال التمثيل بين السينما والدراما أبرزها أهياليل يا زمن أميرة العرب حكايتي مع الزمن والصوت الحق وعلى مستوى الدراما شاركت في مسلسل أوراق الورد وآن الأوامي رحلة وردة الجزائرية عن عالمنا في 17 ماي من عام 2012 عن عمر ناهزة 73 سنة سيدة أحمد علي بيلك أنا هاد المرأة شفش بزاف مسلسل تركيا أنا تاني هاد لأول مرأة نان كونسندري في مسلسل تركي بساح مما نقول لك شو شنون نخليهم هما يشوفوا وش هوا صاريفة خلاص مالا نوحوا شفهم كيف كيف ولا نراجعين انضام الممثل تركي أنجين أوز تورك إلى مسلسل لائحة الصندوق بشخصية بورا اللي رح يدخل حياة كارسو اللي رح تلعب هذا الدور الممثلة التركية أوز جي أوز بارانجي والدور أحداث المسلسل حول قصة إمرأة تدعى كارسو اللي هي إمرأة قوية ونجحة ولكن تعاني مشاكل مع والدتها ولكن احتضرت وليل العيش معها بعد ما تفقد ابنها أمير اكتمل تصوير فيلم دحال الرياح واللي كان من بطولة الممثلة التركية هاندا أرشيل والممثل تركي باريش أردو توش جمهور هذا الفيلم رامي انتدرو وقتشيط لقف صلاة السينما صرح الممثل تركي فوركان أندينش عن ندمه لرفض المشاركة في مسلسل حب أعمى وقال لم أعتقد أبدا أنني سأستطيع تجسير ذلك الدور وقلت للمخرجة هالال سارال والمنتج كارام شاتاي بهذا وحتى مدير أعمالي وتفاجأ كيرفط الدور بالرغم من أنه عمل جماعي ولكنني لم أؤمن بالدور وقال أيضا أنه كان ممثل أورغان جي أغلو مناسب بزاف للدور وهذا اللي خلال عمل يحقق نجاح كبير أكبر إشعرهم الدولة في بوليوود إشعة انفصال إشواريا راي باتشان وأمبيشيك باتشان اللي رهي حكايتهم حديث الساعة بعد انتشار خبر تؤكد أن حياتهم الزوجية رهي على حفة الإنهيار وقد لاحظ الجمهور في العالم تفادي إشواريا عن التقاط صور مع زوجها وعائلته في حفل الملياردير أنانت أمباني رغم حضور عائلة باتشان فضلت إشواريا أنها تظهر في هذا الزفاف مع بنتها فقط حققت أغنية فيم الكوميدي باد نيوز بطولة فاكي كوشال نجاح حالمي كبير وصارت رقم واحد في التندنس العالمي بـ 88 مليون مشاهدة في أسبوعين توبا توبا هي الأغنية الأولى اللي شارك فيها كاران أوجلا في فيلم البوليوودي وهي مكتوبة باللهجة البنجابية وصارت رقصة هذه الأغنية تراند عالمي احتفلت النجمة العالمية بريانكا شوبرا بعيد ميلادها الـ 42 وهي الشابة التي بدأت حياتها المهنية بعد أن حصدت لقب ملكة جمال العالم عام 2000 لتنتقل بعد ذلك إلى عالم البوليوود وتصبح من أعلى نجمات أجرا في السينما الهندية وقد احتفل النجم العالمي زوجها جوناس بيوم ميلاد زوجته النجمة بريانكا شوبرا وقام بتقديم تهنئة لها عبر رسالة رومانسية وألبوم صور لأجمل لحظتهما مع بعض زوجها جوناس انشر ألبوم صور تجمعه وزوجته بريانكا شوبرا عبر حسابه على مواقع الانستغرام وعلق عليها قائلا المرأة التي أنت عليها كم أنا محظوظ يوم ميلاد سعيد حبيبتي دوكا نروح المكان ونصروا فيه بزاف أحدث مؤخرا من أعمال درامية وحتى أخبار الفنانين الناس كم اللي حبوه؟ الوطن العربي شكل ما يحبوهش نروح نشوفه كيف وش راهو صاري من جديد وأعمال وأخبار فنية في الوطن العربي ونعود نوليه الفنان المصري أحمد رزق وابنه عمر عايشين في حال التوتر وقلق بعد ما توفى العامل المصري علاء كمال اللي كان في تصدم مع عمر منذ شهور في شوارع القاهرة القصة بدات كي كان عمر أحمد رزق وصاحبه يسوقوا دراجتهم النارية في الاتجاه المعاكس في مجمع سكني بالقاهرة واستضموا بعامل مصري اسمه فاروق فاروق نقله للمستشفى وادخل في غيبوه بسبب كسور في الجمجمة بينما عمر أحمد رزق وصاحبه تعرضوا لإصابات خفيفة نيابة المصرية كانت أخلاة سبيل عمر أحمد رزق بكفالة لكن رح يعودوا يفتحوا التحقيق بعدما القضية تحولت من إصابة بالخطأ إلى القتل بالخطأ وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة ما تقلش عن 6 أشهر وغرامة ما تفوتش 200 ألف جنيه وبأحد العقوبتين من جهة أخرى الأمتعة القاتل خرجت في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية وقالت باللي الفنان أحمد رزق ما تواصلش معه وهي ما رحش تتنازل على حق وليدها اللي مات ظهرت الفنانة المصرية هنزاهت في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس ويعد ذلك أول ظهور إعلامي لها بعد إعلان خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي حيث كشفت هنى خلال لقاءها عن كواليس طلاقها من الفنان أحمد فهمي وأنها ما كانش تتوقع حدوط الطلاقة إلى كنت عمري ما نتخيل حاجة اسمها طلاق وربي كان على باله أني مش مؤهلة الحاجة كما هدي وسهل علي الموضوع وحصل بالتدريج خلال 8 أشهر وأشارت هنى الزاهد إلى أنها ما توقعتش ردة فعلها بعد حدوط طلاق اللي كانت تتوقع أنه رح تغضب وتتدايق لكن ما نزلتش منها دمعة واحدة بعد الإنفصال وحست كأنه موضوع وانتهى وكشفت هنى الزاهد عن تزامن فترة تصويرها الفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة مع فترة طلاقها ودعم هشام ماجد الفنان المصري ليها وكل طاقم العمل اللي خلوها تتعدى وصرا فيها وجهت هنى الزاهد نصيحة للفتيات اللي يمروا بنفس ظروف طلاقها أنه يكونوا محاطين دائما بعائلتهم اللي يوقفوا معهم ويخليهم يعدوا مثل هاد المراحل وتابعت هنى الزاهد لو رجع بيزمان رح نعاود نخوض نفس التجربة عشان انا ما كنتش رح نتعلم منها إلا لما تعديت بهذه المرحلة الصعيبة ونعرف نخير اختيارات جيدة في المستقبل حلات الفنانة نسرين طافش ضيفة على برنامج عندي سؤال اللي قدمه المديع محمد القيس واللي قالت فيه أنه هناك أشخاص حاولوا اختيار شخصيتها نفسيا ومعنويا دون أن تكشف عن هوياتهم قائلة هناك فنانة سورية تحاول أن تؤديني عبر إطلاق إشاعات حول علاقة تربطني بزوجها وما حصلت حاجة بيني وبينزوجها تغضب ربنا وبعد هذا التصريحات العديد من الصفحات والمواقع رجحت أن رأيت هذا على الفنانة السورية ديما بياعة وأكدت نسرين أنها كسبت قضية ضد هذا الفنانة لتروج للأكاديب والإساءة إليها شخصيا قائلة في فنانة سورية الكل يعرف اسمها ما بتقدر تطلع برنامج إلا وتأدي حدا طلعت إشاعة عليها من زمان والإشاعة باطلة وكانت إنسانة كاذبة وكما قالت أيضا على مدى السنوات كانت تحاولت الفنانة أن تقنع الناس أني كنت على علاقة بزوجها وهذا لم يحدث أبدا معاقبة لما زوجك يلاحق أنت عجباته رح يحاس بزوجك مش الأنت اللي لاحقها وتوعدت كل من يؤديها وقالت لهونه بس مضيفة أن المرأة التي تفشي أسرار زوجها تعتبر خائنة وأن البيوت حرمت ومن العيب أن تخرج فنانة وتتهم زوجها والد أولادها بالخيانة سيد أحمد وش تحب تشوفوا جنرال؟ أنا كما قال مشاهدين نحب يكون عندي سكرى علاقة وشاهو صاري في العالم أنا تاني ما لابلنا مشاهدين أنتم تاني تحبوا تشوفوا ما نخليكم؟ قلهم تشوفوا فقرة المتفرقات وهذه الفقرة اللي دي دي بيش تقدروا تعرفوا كامل وشاهو صاري في الموند مالنشوفوها كيف كيف وشاهو صاري ونعود نقول ليه في حفل وصفه نادي ريال مادريد بأنه مشابه أو حتى أكثر أهمية من حفل تقديم البرتغالي خيسيانو غونالدو قبل 15 نعام قدم بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نجمه الفرنسي كيليان مباطي للجماهير وهو وسائل الإعلام وهذا بعد انضمامه للصفوف الفريق في صفقة انتقال حر قادم من بطل دوري الفرنسي باريسان جرمان وأبرز ما جاء في الحفل كلمة مباطي لتحدث باللغة الإسبانية لتعلمها مؤخرا قائلا أفخر بأن أكون لعبا في أفضل نادي بتاريخ كرة القدم وقلد غونالدو في تحيط المشهورة أولا مادريد وقال ريال مادريد في بيان عبر موقعه الرسمي النادي يسره الإعلان عن تقديم كيليان مباطي في حفل مشابهة حتى أكثر أهمية من حفل تقديم البرتغالي خيسيانو غونالدو قبل 15 عام الحفل كان أسطوري حيث حضره 80 ألف مشجع من جماهي ريال مادريد في ملعب سونسياغو بيغنابيو يتقدمهم أساطير النادي وفي مقدمتهم الفرنسي زين الدين زيدان الذي كان بجوار مبابي وقت تقديم ديالو شركة جين نجم الكيبوب الكوري وأحد أعضاء فرقة بيتيس الغنائية الشهرة في حمل شعلة أولمبياد باريس 2024 في الجزء الخاص بما تحفل لوفغ وحمل معجبون لافتات رحبت بالنجم الكوري وعندما خرج من مركز تتابع حمل الشعلة في لوفغ بدأ الجمهور في الهتف بإسمه وقال الجين بعد أن أكمل مسيرة تتابع الشعلة أشعر بالشرف لتمكني من المشاركة في حمل الشعلة اليوم وتقدم بخالص شكر لجمهور الفرقة الأرمي وجميع المعجبين اللي أتاحوا لحمل الشعلة وهذا عن شركة هايب الشركة الأملي وكالة بيغ هيت ميوزيك التي تدير أعمال فرقة بيتيس في آخر ظهور لها الأميرة رجوة حسين بانت في أشهر حملها الآخرة كانت الأميرة إلى جانب زوجها الأميرة الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن وهذا خلال زيارتهم لأحدى شركات المحتوى الرقمي في المملكة وظهرت الأميرة رجوة الحسين في مقطع فيديو وهي تستعين بزوجها في نزول السلم خلال دخولهما إلى مقر شركة ديجيتالز ميديا المتخصصة بإنتاج محتوى يعنى بقضايا الاجتماعية والصيحة النفسية وإيصال القيم الهدفة للأطفال والأسرة في الأردن الفيديو حصد ألاف تعليقات في كل الوطن العربي وتنبأ الكثير من المعلقين إلا أن الأميرة تنتظر بانتهاء لأن حسبهم ازدادت جمالا أي من مشاهدين الحقنا لنهاية العدد التالي وإن شاء الله كنا خفاف وضرف عليكم ومعنا وسيد أحمد ما علينا غير نقول لكم تلافر وحتيكم تلافر وفعات جديد في عدد جديد أخبار جديدة سلام قبل ما نقول لهم سلام شكرا لكم كبير على تفاعلتكم على مواقع تواصل الاجتماعي وما علينا غير نقول لهم تلافر وحتيكم تلافر وفعات جديد سلام شكرا للمشاهدة